بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى مازلنا في حلقات يوم الاثنين بنحاول بقدر الإمكان نعل البنى ونمشي كمان خطوة للأمام مع كل حلقة ازاي نقدر نبني مستقبالنا بشكل صحيح وزاي نبني الإنسان واحنا فاهمين بشكل واضح ان بناء الإنسان هو ركيزة المستقبل وهو كمان عمران الحاضر وعشان كده احنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن حاجة مهمة جدا جدا اتكلمنا ازاي هنتعامل مع جيل زد الجيل اللي هو في الحقيقة هو اللي ممكن نسميه هو من سيصنع مستقبل هذه البلد ومن سيصنع مستقبل الحياة واقولنا ان من اهم سمات جيل زد ان هو شخص بيحب الحياة بس بيحب يكتشف الحياة بنفسه وبيحب التجريب وما يحبش كمان فكرة التلق السلبي لكن يحب فكرة الحوار وفكرة التساؤل وفكرة الرد على كثير من الأشياء اللي بتدور في فكره بس كان فيه معنى وقفنا عنه عنده المرة اللي فاتت وقلنا هنزيد الكلام فيه وهو ان جيل بيعتبرني من أهم الأشياء اللي ممكن تبني عليها الحياة هي الاستقلالية فهو مهتم جدا جدا من مسألة الاستقلالية الاستقلالية عشان الناس تقدر تفهمها هو ان الانسان ما يكونش دائم الاعتماد على غيره يكون قادر على انه يستقل بمعنى قادر انه هو يمشي في خطوات الحياة ويستطيع انه ياخد قراره ويستطيع انه يجرب القرار ده ويمشي به الاستقلالية بالمفهوم ده واضح ان هي مسألة إيجابية واحنا لازم نربع أولادنا عليها لكن كمان الاستقلالية ممكن توصل في بعض الأحيين ان هي يكون لها أثار سلبية اذا احنا معرفناش ازاي نتعامل معها وضوابط الاستقلالية ايه اعتماد الجيل لو جيل زد على التكنولوجيا بشكل رئيسي في حياتهم هيخلي عندنا تحدي كبير ان احنا لو ما تمكناش ان احنا نقدم لهم أشياء تخليهم حسين باستثمار حياتهم وعيشتهم معانا بشكل رشيد احتمال كبير ان السوشيال ميديا والحالة افتراضية بصورة دقيقة الحالة افتراضية تبتلع حياتهم خاصة وكمان احنا مقبلين على الميتا فيرس فلما يحسوا ان هم بيضيفوا قيمة في حياتهم الواقعية وانهم وجودهم مهم هيملوا الفراغ ده بأشياء كثيرة طب اذا ما حسوش انهم ما يقدروا يعملوا الكلام ده هيملوا الفراغ ده بالسوشيال ميديا ويعتبروا ان اي انجاز بيكون في حياتهم هيكون في حياتهم الافتراضية وهو ده الانجاز الحقيقي وهو ده الحياة اللي لازم يعيشوها على فكرة انا مش بخوفكم بس هو ده اللي حاصل ده اللي حاصل وده اللي لازم نقوله واحنا عارفين اني الله سبحانه وتعالى قال لانا بل الانسان وعلى نفسه بصير يبقى احنا لازم بشكل واضح نبقى مركزين في ده لان بعض المربين خصوصا الامهات كلمة الاستقلالية دي اللي هي كلمة مركزية في حياتنا دلوقتي بتخليهم دلوقتي يقلقوا بيحسوا ان الاستقلال ده معناه ان ابنهم ما يكون بعيد عنهم او ان وجودهم مش هيكون له اهمية في حياة اولادهم مع ان حاجة اولادهم لاستقلال من اكثر الحاجات اللي لو استثمرناها صح وربناهم عليها صح بتساعدهم في تمتين علاقتهم باولادهم وبتساعد وبتساعدنا كمان ان اولادنا ينموا بشكل صحيح وان شخصياتهم تكون شخصيات متزنة وفعالة تعالوا نتذكر كده كلام بعض الناس بيوردوه بس في مسألة ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان متغاضيا لكن رسول الله هنا كمان كان بيعلمنا حاجة مهمة في حياتنا دي سيدنا انس بيقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين على فكرة سيدنا انس كان حر فخدم يعني عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته هنا نقف سنة هو حضرت النبي كان بيعمل كده مع سيدنا انس ديه عشان يعلمه التجربة ويعلمه كمان انه هو يقدر يتخذ القرار وانه من حقه انه هو يعيش حياته وهو مستقل وعشان كده لازم ان في عالم الزراع حتى ده يبين لنا الفلسفة اللي احنا بناخدها حتى من عالم الزراع ان في زراعة النخيل لازم يفصل الفلاح ما بين الفسيلة ويبعد بيها بعد عن النخلة الام لان لو قرب منها الفسيلة دي مش هتقنم بشكل صحيح حتى قالوا انه لابد ان هي تبتعد عنها في حدود 9 متر ولا حاجة احنا بنرب اولادنا على الاستقلال وضروري ان احنا نعرف عن ربيهم على الاستقلال من امتى احنا بنرب اولادنا على الاستقلال لانه احتياج انساني وبيبدأ بدري يعني ما نتأخرش بيبدأ تربيتهم على الاستقلال ده بدري وبيظهر بوضوح شعورهم بالاستقلال تخيلهم بداية كم من بداية سنة وستة شهر عشان كده ساعات الامهات لما تيجي تشوف الابن وتبصي دي وهو بيلعب وبيتعامل معاها ويزق ايديها ولا يعمل اي حركة فيها كده نوع من انواع الاستقلال تقول الام ايه تطالع دماغه ناشفة لمين هو مش دماغه ناشفة هو بيعبر على ان هو محتاج ان هو يستقل محتاج ان ان انت ما تحاوليش تقوم بالفعل بديل عنه هو محتاج ياخد مكانته عشان يفعل الفعل بشكل بشكل يحسسه بوجوده ودي حقيقة في الحقيقة بتختبر ارادته بتختبر ارادته ان هو قادر ان هو يعمل الحاجات بارادته فعشان كده كتير من مدارس التربوية بتنصح الامهات بانها تدعم حاجة الطفل ده الاستقلالية من خلال انه يتقدم له اختبارات محددة لما تيجي تسأليه وتقول له هتاكل ايه ما تقوليش هتاكل ايه لكن يقول له هتاكل كذا ولا كذا عشان هو لما يختار يحس بان اختياره ده عمله نتيجة في حياته ويحس بانه انسان مستقل ومن حقه يختار اللي يناسبه بس هنا لازم نقول بيبقى التحدي الاساسي اللي بيكون عند الامهات انا ليه بكلم عن الامهات مش عشان امه الستات عشان الفترة دي بتبقى اكبر فترة موجود ده فيه موجود فيه الطفل مع امه بقى اكبر وقت ممكن عند الامهات بيبقى فيه تحدي في الاستقلال الاولاد خاصة في مرحلة المراهقة وهو الخوف المبلغ فيه تلاقي الام خايفة طول الوقت من العالم الخارجي الرفقة السيئة التصرفات ان الابن يتعلم اشياء مش جيدة فبتحاول طول الوقت انه يتقلل تواجده في المساحات اللي هو لازم يبقى موجود فيها في المستقبل فبتحجبه احيانا انه يتقلص فرصه وتمنعه من الاندماج والمشاركة مع الناس وإيه لا يحصل وبيكون بديل وبيكون بديل لأولادها ان هي تعمل حاجات تانية طب والبديل هو ايه الولد كان في مشكلة ماه بدل ما تساعده وتسنده بانه يتفكر معاه في الحلول وتدعمه وهو بيحاول الحل تقوم هي بكل ما عندها من قوة تروح عاملة ايه تروح هي عاملة الحل وتفتكر ان هي كده منحته الامان اياه في الحقيقة هي سلبته الاستقلال وكذلك ممكن تبالغ في الخوف فتستخدم دايما شريط الولدية الانتقادية انا شفت ناس بتربي اولادها كده بتاع انت على طول عمرك ما بتعمل حاجة صحة ولا حاجة عدلة فتعمل ايه فإما يفقد الولد الثقة في نفسهم فيكون اعتمادي او يمارس الاستقلالية من خلال التمرد بعنف وبنفور شديد وكتير من الناس اللي انا قابلتهم بيجي لهم حاجات لواسات زي لواسات الالحاد ولواسات التمرد باشكال متعددة وانا بقول ان في مصر احنا عندنا سيولة دينية ما عندناش المعنى ده بشكل كبير هي جاية من فكرة التمرد ففكرك انك تملي تيجي تملي على ابنك الاراء وبخاصة ان هو مراهق ويدر نفسه ايه اللي خلى المراهقة دي بالمناسبة يعني ايه اللي خلى المراهقة دي وصمة ان هو فترة الوصم لا هو مش فترة الوصم ده فترة من اهم الفترات اللي ممكن يكتشف فيها حياته من اهم الفترات اللي بيسأل فيها يعني اكتر فترة بيسأل فيها الانسان هي فترة المراهقة فهو جاهز مسامه مفتوحة ان يسأل ويتبادل المعرفة بس احنا لازم نعرف انه هو لما بيسألنا هو مش هياخد الكلام ويسكت لانه بيكتشف العالم وبيحاول يتعرف على مساحته في العالم ده فلازم نكون مستعدين ان هو بيطرح تساؤل وان احنا الحوار يكون ورايح جاي بنا لازم نغرس في اولادنا بزرة القيمة وانسبهم يختاروا ويجربوا الطريقة اللي يعيشوا بيها بالقيمة دي بالطريقة اللي بتناسبهم كتير من البنات والاولاد يقول امهاتهم واباهم يقولولهم انتوا ليه مش واسقين فينا تأكدوا ان احنا عناعمل السواب فساعات يجاوبوا عليهم اجابة انا ما بحبهاش احنا واسقين فيكم بس مش واسقين في المجتمع فهم بيقولولهم ان انتوا اضعف من المجتمع فبيحصل ايه فبيفقدوا السقة ان هم يقدروا يعيشوا بشكل صحيح ومن اكتر الحاجات اللي بتأذي اولادنا بشدة اننا نمارس شكل من اشكال اللي بتزاز العاطفي معهم لما يكونوا مقبلين على قرار مش عاجبنا ويا السلام شوف الكلام ده واتبقى في مسألة انها هي تختار ادبي ولا علمي لما نكون في المدارس العادية او ان هي مثلا هتختار ايه المواد اللي هتاخدها السنادي في الاي جي ولا اي حاجة على طول اولادنا ايه اللي حاصل فيضطروا الاولاد يكسروا ارادتهم عشان يرادونا ويا سلام لو ان الامر ده امتد مثلا وهي دخلت الجامعة بدري سبعتاشر سنة او تمنتاشر سنة فيضطروا يسيبوا الحاجة اللي هم عايزينها عشان يعملوا ويحققوا فرصتنا التانية اولادنا على فكرة اولادنا على فكرة مش فرصتنا التانية اوردنا هما اولادنا فبلاش الممارس معهم الابتزاز العاطفي لان الابتزاز العاطفي مش هيعود بخير عليهم أولادنا ليهم حرية لاختيار والواجب علينا إحنا إن إحنا نساعدهم ونرشدهم وندعمهم للوصول لأفضل قرار شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيتكلم عن أولاده ويقول إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين يا سلام وبيتكلم على إيه طفل صغير ومع ذلك حضرة النبي يتكلم عنه بهذا الكلام الذي يشعره بأنه له مكانة وعشان كده ده اللي يتناسب مع بناء الشخصيات مش إن إحنا نهدمهم ونحسس إحنا ليه دايما بنحفكر في أولادنا إن هم مش هيقدروا بلاش ابنك يخسرك كمستشار ومرجع وصديقي يرجع له في أوقات الأزمات وأوقات الحيرة ولن تتخسره إنك تفضل صديقه اللي بيشاركه جوانب مختلفة من حياته وعشان كده مهم جدا إن إحنا نفرق ما بين الاستقلال والاستغناء الاستقلال بيمكن الناس إن هم يمرسوا الاختيار الحر في قراءهم وفي تجاربهم في أسلوب حياتهم وإيه اللي حصل من غير ما يستغنوا عن استشارة الناس ولا يعتبروا التعاون معهم ده نوع من أنواع الخاص من حياته ولكن بيتحلم التعاون ده الاندماج والتكامل مع الآخرين لكن الاستغناء إن الإنسان يمشي في حياته لوحده وهو مش شايف اللي حواليه ومستغني عن وجودهم الاستقلال على فكرة قوة وقوة كمان حميدة وخاصة لو كانت مرعية بناس عينيهم على أولادهم من غير ما يكون إيديهم قبل إيدي أولادهم والاستغناء ده هروب وضعف فعشان كده ادعموا الاستقلال استقلال أولادكم لا يساعدوا مع الاكتزان وصلابتهم النفسية وتقدرهم وتوكدهم لزواتهم زي ما أكدت الدراسات إننا كل ما كنا مش بندعم استقلال أولادنا كل ما تأخر نضوجهم للأسف وإتاحة الاستقلال للأولاد مش معناه إننا ما نحط لهمش قواعد لا بس القواعد إزاي عنا نعرضها عليهم لازم نعرضها بشكل إن احنا بنعرض عليهم وبنتناقش معهم وده على فكرة ما يقللش قيمة القيمة ده بالعكس ده مفتاح ومدخل لعرض القيمة لأنه شايف إن القيمة هو من حقه إنه يتبناها زي ما نتبنتها على فكرة إحنا لو ما في مناش ده عن أولادنا في الوقت ده مش هنقدر نعيش معاه هو من حقه إنه يعرف القيمة اللي وراء كل شيء ويا حبازة لو شاركناهم في المناقشات وحاولنا ننفذ اللي هما بيقولوه لازم نعرف إزاي ندعم أولادنا ونستثمر كل حاجة من خلال الاستقلال أنا أقول لكم شوية إجراءات ممكن نعملها نقدر بيها نقدر نخلي أولادنا نستثمر معهم استقلالهم من غير ما استقلالهم ده وقت ينحرف بيهم أو يبعد بيهم عن جدة الصغار أول حاجة من أهم ده وعمل الاستقلال الرشيد إن احنا ربي أولادنا على فلسفة الإنتاج مش الاستهلاك آه والله يعني خلي ابنك دايما ينتج مش يستهلك لما يعمل كده ويتعلم إن هو بينتج مش بيستهلك ويحس إن الحاجات لها قيمة وهو ممكن يوصل للقيمة دي هو هيحس بالنضوج ولما يترك الاستهلاك بس ده محتاج مننا إن هو لما ينتج إحنا ندعمه في الإنتاج ده ولما يعمل حاجة فيها إنتاج وياخد قرار والقرار ده يكون فيها إن هو استثمر حاجة وجرب حاجة لازم نحييه ولازم ندعمه لو دعمنا تجرب أولادنا إحنا بنعمل حاجة تانية مختلفة في تربيتهم لازم ندعم تجربهم لأشياء ونشاطات كتيرة في حياتهم والتجربة قيمة في الحقيقة التجربة مش خطر لازم نتبنى إن التجربة مش خطر التجربة قيمة مضافة في حياة الناس أنا أستاذي اللي علمني ورباني كان بيديني درجة على عدد المرات اللي جربت فيها حتى ولو غلط وعشان كده قاعد معكم بنجرب وبنحاول نشوف إزاي هنبني حياتنا الحياة التانية اللي إحنا لازم نعملها وبشكل صحيح إن دلوقتي ابني لو أخطأ أو تصرف تصرف مش مناسب لازم ما فكروش بيه كل شوية مش كل يومين تلاتة أقول له انت فاكر اللي انت غلط لا أنا لازم نتكلم بشكل واضح إن احنا نبقى مع أولادنا داعمين ونقول له إن الخطأ ده ليس نهاية العالم لازم أنا أتواصل مع ابني زي ما كنا بنتكلم في أصحاب السعادة لازم نتواصل مع أولادنا بتواصل سمنا إحنا التواصل الرحيم الودود لازم نوعد مع أولادنا ونستخدم الفهم والتفاهم والتفاهم التفاهم شيء مهم جدا لازم أنا مع أولادي نتفاهم حتى نصل إلى قدر مشترك لو ما عملناش دا ولازم أفهم أولادي زي ما بيفكره احنا أوقات كتيرة احنا بنفكر زي ما بنتخيل أولادنا احنا في كتير من أحيين أولادنا بيسكتوا ويحيينوا ويحطوا الشيءهم في الأرض ويقولوا طيب وهم بيقولوا لنا انتوا مش فهميننا خالص فأنا لازم أسمعهم وأفهمهم زي ما هم بيتكلموا وأتفهم دوافعهم ان هم عايزين يبقوا كويسين مش ان هم عايزين يهربوا من المسئولية ولازم أتفاهم معهم نوصل في النهاية إلى شيء مشترك بيني وبينهم ودايما خلونا احنا وأولادنا يبقى عندنا مصدر من معرفة نشترك فيه إحنا الاتنين حاجة تعلمنا إحنا الاتنين ويا سلام لو ان كنتوا تمثلوا علاقتكم بأولادكم ان انتوا تتعلموا منهم أشياء كتيرة زي ما تتعلموا منهم التكنولوجيا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ناس لقى طفل صغير بيصلي بيهم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهمش ان الكلام ده غلط لكن هم لما قالوا له ان هو اقرأهم من القرآن جعلوا يصلي بيهم وما عتبش عليهم رقم اربعة ورقم تلاتة اللي احنا عايزين نقوله بقى ان احنا عايزين من اكتر الحاجات اللي بتنمي الاستقلال الرشيد في أولادنا اننا نطلب منهم المساعدة اوالله انا شفت ناس كتيرة بيعملوا في أولادهم حاجة من اروع ما يكون انه يعرض عليه المشكلة ويخلي ابنه يقوله الكلام ده وهو يعرضه على قلبه بصدق ويحس الولد ان هو بيضيف قيمة حققية تعالوا ان نتبنى مبادرة لتربية أولادنا تعالوا ان نتبنى فكرة التعلم المتبادل بيننا وبين أولادنا لو حصل ده انا اظن ان ده يكون ليه تأثير كبير على أولادنا ولازم نختم ان أولادنا في الحقيقة مش المهم ان هم يعملوا ان احنا طلبينه لكن المهم ان هم يعملوا الحاجات النافعة اللي تسعيدهم وتسعيدهم على ان حياتهم تكون أكثر نوراً وأكثر برقة وأكثر اتزان يا رب الهمنا ان احنا ندعم أولادنا ونجعلهم بالاستقلال يدخلوا في حضرة الجمال وانتقلوا من حال إلى أحسن حال يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ونخصص لها وقت عشان نجاوب عليها ولكن تعالوا نبدأ مع بعض أسئلتنا ونسمع أول سؤال من أم تالين أم تالين اتفضل لي فانو عليكم سعادة كاتو بقول لحضرتك يا شيخ دلوقتي أنا كان جزي حالف عليها من طلاء إن أنا مرفع عند بيت أبويا فدلوقتي أنا مسارفة روح بسبب محلفاني الطلاء ودلوقتي هو مؤثر معايا في حوار البيت هل بقاله إن أنا عايز أنزل شغل سنشرازي هل إن أنا سأسيبه وبعد عنه ولا أعمل إيه أقول حاجة ما تبعديش عنه أقول حاجة ده زوجك ومش هنتطلق ولا نسيب بيتنا ولا نهادم أسرتنا عشان الاطلاق ده وتكبل الزيت وحرق للغيت وهد للبيت يعني شر شر مستطير لكن أنا اللي بنصحك بيه إن أنت تعوضي معاه هو دلوقتي هو ده ده إجراء أنا بسميه إجراء انتقام يعني إجراءات المنع عندي كتير من الرجال بتبقى إجراءات انتقامية بيبقى هو حاسس إنه هو فيه حاجة مش حصل عليها إما مش حاسس على أن أنت تخليه راجل البيت وتحسسيه بده فأنت ما بيقول أن أنت ما بتطعوش فبيحاول يمارس الضغط والسيطرة بهذه الطريقة طبعاً أنا مش موافق على أن حد يمارس العقوبة بهذه الطريقة أو يمارس الضغط والانتقام بهذه الطريقة لكن في نفس الوقت أنت لازم تراعي إنه هو حلف بالطلاق فما تخرجيش من البيت ولكن خليه اتصل بنا عشان نحل المسألة دي لكن خلينا نقول أنت الطعي مش هو معنى إنه هو حلف عليك بالطلاق تروح أنت معاً ده فندخل بقى في دائرة النار اللي هي دائرة العناد والانتقام وإن أنت كسرت كلامي فهو يحس إن أنت مش كسرت كلامي أنت كسرتي وقللتي من شخصيتي وقرق كلام كده كله مليان بالنفس الأنوارة بالسوق يبقى إيه اللي حاصل لأ حضرتك ما تروحيش وخليه يسأل على حلفان ده وتعودوا مع بعض وتتكلموا وتجيبوا ناس عقلاء من الأسرتين لو إن الأمر خرج عنكم لو إن أنت قادرين تتكلموا مع بعض وتتحولوا مع بعض وتتكلموا مع بعض عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل لكن أنت ما تحوليش المسألة إلى مسألة عنيفة وصعبة وتحوليها إلى إن إنسان متحكم وبيفسد لك حياتك وقضية الشغل دي قضية نتناقش فيها هو لو إنه متجاوزك وإنت بتشتغلي يقول له إحنا متفقين على كده ونتكلم بهدوء ونتكلم وننفي مخاوفه لأنه برضو عايب عنده مخاوف فأنت سعديه إنه ويتخلص بمخاوفه بالهدوء لأنه إنت قدامه هو يحس إنه إحنا داخلين في طريق مظلم فبالهدوء وحاول تكلميه وتتفهمه على القضايا الخلافية بينكم خلي فيه حوار هو ده الحل اللي أنا برجحه لحضرتك معنا الأستاذ محمد من القاهرة معنا السيدة محمد من القاهرة دكتور عمر زحب ريتك في خير الحمد لله بالله عليك يا دكتور عمر أنا عزيزيك تدهل عبد الله بنمر وبالله عليك في القرب الشدة اللي هو فيه حاضر أدعيله إن شاء الله ربنا يفرج عنه عبد الله في منحة مش حلوة وأنا أتمنى الضعابة حضرتك بالله عليك إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يزيح عنه ويفرج عنه ويحمل عنه وريح بالله الحج جوزي جايب واحد جايب له مكنة واحد جايب له مكنة يا دكتور عمر أيو جايب له مكنة يعمل إيه بابيها للعربية والراجل مات واتصنى بالست مراته وقلنا لها تعالي لك 8000 جنيه تعالي خديهم قالت أني رفعت عليك وقضية رفعت علينا عضية ليه تعالي خدي فلوسك يا ست قالت لأ اتكلام مع المحامي نكلم المحامي يا دكتور عمر يقول أنا عايز 50 ألف جنيه طب ازاي أنت تدخل 50 ألف جنيه وإحنا مالهاش لك 8000 جنيه قاله هو كده طب اتكل يعني أنت دخلت بربة كبير قال لأ بحب الربة وبحب الحرام وأنا مش هتبقى لما دور العربية واخد منك العربية ما أظنش ما أظنش هو الكلام على أني ده ربة لأنه أنتو ما كنتوش سلفين ده كان فيه فيه سلعة وهي المكنة والسلعة دي ليها 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 تمن هو دوت ممكن يتسمى إذا كان هو طالب فلوس مش من حق وهيتسمى ظلم هو دلوقتي رفع الأمر للقاضي للمحكمة أنت في نفس الوقت جهزي دفاعك عن نفسك أنت دلوقتي بتقولي لي أكلمه أكلمه عشان هو للأسف هو مش طالب أنه هو يتصالح هو حاسس أن فيه ضرر وقع عليه فأنا نصحي لحضراتكم أن أنتو تتصالحوا بحيث أن كل واحد فيكم ما يضررش التاني يبقى لا ضرر وغير ضرار تعودوا وتحاولوا بقدر الإمكان أن أنتو تتصالحوا بأن أنتو تنفوا الضرر عنده ده المدخل اللي أنا طلبه من حضراتكم أنه هو لو وقع عليه ضرر بأن الفلوس دي تأجلت فخلاص نحاول بقدر الإمكان أن احنا نتصالح بما ينفى الضرر عنه وعنكم لأن في حقيقة ممكن يكون تمن تمن الأمر ده لو ما تكتبش ممكن يكون زوج حضراتك لما قال لك 8000 جنيه ممكن ما يكونش ده السعر الحقيقي بتاع الحاجة يبقى احنا لازم ندخل وإحنا أصدين إن احنا لن نضرر الناس ولا نتضرر هو ده اللي أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا درار لا أنا أتضرر ولا كمان أضرر الناس هو ده المدخل الصحيح اللي يخلي الناس قلوبها تنفتح للحال ودي نصحة لحضراتك يا أمو محمد أم سلمة من الشرقية تفضل أم سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام عليكم يا حضرتك يا دكتور صدل ونعم الحمد لله عمد لله كنت عايز أسأل حضرتك بس يا دكتور أنا بص جوزي عنده ثمام القلب بتعبان عنده بنا يديله الصحة إن شاء الله ويجمع له بين تمام الأجر والعافية فهو بيطلب مني فلوس كتير عشان يروح القهوة وكده وهو ممنوع عنه أصلا الدخان والشيشة والحاجات دي فهو بيقعد بقى يقفل فلوسه دي أفضل مع الأجرس اللي دي ملتبه أفضل بس أنا اللي بصرف على البيت ده حرام إن أنا منع عنه الفلوس ولا ده إيه المسألة ما هي السهلة زي ما أنت بتقولي لي لأنه قد يكون هو بينزل ركزي بقى معايا شوي لأن أنت طبعا عرضت المسألة بطريقة تخليني عرضتي نزوله للقهوة وربطت نزوله للقهوة بالشيشة والسجاير والأمور دي طبعا ما احنا ممكن نتفع على حاجة تانية خالص لأنه ممكن يكون في بعض الأحيان هو عايز يروح عن نفسه ويخفف عن نفسه بعض الضغوط اللي عليه ولذلك بينزل عشان ده فإذا كان هو بينزل عشان يروح عن نفسه تعالي يقولونه نخرج في مكان تاني بعيد عن القهوة وبعيد عن السجاير وبعيد عن الشيشة إيه اللي هم مالتنين بيدرهوك وبيدره صحتك وبيدره سمام القلب يعني ما تخليش المدخل في التعاون مع زوجك هو المنع المنع يخليه يرفض ويخلي بقى أقولك سري بقى من أسرار رجالة الرجالة لما بيتعبوا ويمرضوا بيبقوا فيه صنف منهم بيبقى حساس قوي بيبقى حساس قوي ولذلك احنا لازم نكون عاونا له لابد أن تكون انت عاونا له على نفسه لأمره بالسوق وعاونا له على الشيطان فأنت منعك لي لن يزيده إلا تمردا ولن يزيده إلا رفضا وممكن تشوفوا منه حاجات مش لطيفة يبقى إيه الحكاية إيه رأيك ننزل مع بعض نشم هواء إيه رأيك لما تنزل تروح مثلا مكان مفووش سجار لكن المنع مش هيؤدي إلى نتيجة معاه طيب أنا لو منعت ده وانت بتسأليني فأنا بشاور عليك بقولك بقولك دي مش فتوى قد ما هي استشارة إن أنت لو منعتي هو مش هيكون في أحسن حال ولو منعتي هو أظن هيكون رد فعله مش كويس وعشان كده بنصحك إن أنت تتراحي عليه أماكن أخرى ممكن تخرجه فيها ويشم نفس لأنه هو حاسس إنه هو لازم يخرج عشان هو ما يحسش إنه هو بقى عاجز بعد الشر عليه وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجمع له بين تمام الأجر والعافية ده اللي بقول لحضرتك أستاذ أحمد من الإسكندرية تفضل السلام عليكم دكتور عمر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عمر أنا عندي مشكلة في البيت هنا كبيرة مع زوجتي يعني أنا بقى لي حدود عشرين سنة متزوج يعني يعني بقيت أقول لحياتك إن أنا اللي أين بأمور البيت كلها الطبيق الطبيق والسوق والمطبخ وأنا اللي بأطبخ للولاد حتى الغسيل عندكم جم من الأولاد كم من الأولاد عندكم ثلاثة ثلاثة كبار يعني فيهم حد السبعتاشر ولا تمنتاشر ولا تسعتاشر سنة الجامعة طيب دخل الجامعة واحد جامعة واثنين اثنين جامعة وواحد سلوها ساوي طيب هي كان لها دور في تربيتهم أكيد أعايت أقول لها حياتك أنا اللي ربيت لك أنا أنا اللي ربيت من طب فين بقى السؤال من كي المشكلة إن أنا حاسسي أنا ما تتجوزتش أنا أبقى لي عشر سنين بالزبط في بيت واحد اللي حياتك بتتلميز زواج الأسود أنا نايم في الصالون وربطي نايم في قد النوم ما بنكلموش بعض وما حد نستهداش كلم من أسرتها عشر سنين طبعا يعني موضوع صعب يعني حتى لما أكون عايزة حاجة تبعد لي أرسالها على التليفون إيه بقى اللي حصل يعني دا حصل حدثة كده من عشر السنين خلت الحكاية دي كده التغيير الاقتصادي التغيير الاقتصادي ولا هي حسة اللي أنت قلت دلوقتي أصلاً أنت قلت حاجة مهمة قوي أنت قلت لي أنا حاسس أن أنا ما تجوزتش سؤالي هي حسة أن أنت بتتعامل معاها على أن هي مش قيمة إضافية في حياتك دا سؤالي دا سؤالي أصلايا دلوقتي إحنا من عشر السنين من عشر السنين أظن ما كانش قرارها لوحدها ما كانش قرارها لوحدها أن أنتو تحصل انفصال عاطفي كده أن أنتو تسيبوا بعد كل واحد يكون في مكان أنا كنت محتضل أصيرتها كلها إخواتها صبيان وبنات ووالدتها ووالدتها كنت بتقول لي أنت ابني لما جفتوش بطن نزلي كلها في حياتني مرة واحدة بأي سبب من غير أي سبب أي سبب طيب أنا أظن أنا أظن أننا محتاجين الكلام بالتفصيل لكن أنت لو بتسألني أعمل لي دلوقتي يعني موضوع تقول له عادة أكلمك فيه بس سأل خلطتك على تليفونك الشخصي فحديتك مفضلات دي شيء طيب عملتك تقابل الولاد في البيت يعني الواحد مش حايل يعني تقابل في تربيت الولاده جدا وصرف عليهم كتير في التعليم وأحبط أنا أتقول لحديتك بقى لها 11 يوم بره البيت طيب بص يا بص يا سيد أحمد الحل الوحيد أن أنا مش هتكلم على حد أنت قلت لي عليه أنه هو فجأة عمل كذا وأهلها فجأة عملوا كذا ففجأة دي مفيش عندنا في الإرشاد الزواجي حاجة يسمعها فجأة لكن في حاجة يسمعها أن فيه مؤثر أحنا ما التفتناش إليه فالحل هو إيه بقى أن حضرك تتفضل وأنا بدعوها هو على الهوى أن هي تتشرفنا تشرفونا أنتو الاتنين في مركز الإرشاد الزواجي عشان نتكلم معكم أنتو الاتنين لأن أظن أظن أن بقاءكم مع بعض يعني أنه لسه في حب لأن إحنا لما حطوكم كده على طيف الحب الاسبكترا متاع الحب كده هتلاقوا لسه في حب وده معناه إيه أن إحنا لسه فيه أمل ونستطيع أن إحنا نشتغل عليه ونستطيع أن إحنا نغير ده وأظن أن إنتو محتاجين في السن اللي إنتو فيه ده دلوقتي محتاجين أن إنتو تعملوا دورة حياة جديدة مع بعض ولكن ده مش هيحصل غير لما إحنا الاتنين نكون عايزين نحل إحنا عندنا قاعدة أساسية في الإرشاد إيه يا القاعدة إن المشكلة اللي بتسبب فيها الاتنين والحل لازم يشترك فيه الاتنين وعشان كده لازم نشوف بعض عشان نقدر نتكلم وإحنا وأنا منتظر حضرتك إن شاء الله تكننا في المركز معنا السيدة محمد بن سواج السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك فضلك الشيخ فضل ونعمة الحمد لله أنا كنت اتصلت من سنة سألت حضرتك بس الخطة ذات عمني ما كملتش السؤال فعايزة فقال سؤال حضرتك ياه يعني ده فاصل طويل ده فاصل سما نواصل ده فاصل طويل يا حجم محمد تفضلي طيب يا حجم محمد حضرتك أنا والدي توصى من سابع سنين الله يرحمه يجعله في فزيح الجنات يا رب اللهم آمين يا رب بس عندي إحنا اتنين إخوات ولاد وست بنات ففي حضرتك في بيت وقطعة أرض والدي كتبهم للولاد سؤالي مش في القصة دي في حضرتك بيتين تاني في بيت متأجل ده إحنا بناخده إيجارنا فيه مقدرش أقول ما باخدش باخد إيجاري فيه المشكلة حضرتك أهلو أسامح هذا كويس يا محمد المشكلة دلوقتي إن في بيت حضرتك البيت ده خمسة دوار أخويا واخد شجة فيه وأخويا الثاني واخد شجة فيه فأنا قلت لهم البيت ده نعمل عقب تكسيم فيه نكتب للولد شجته كل واحد والثلاث شججة الثانيين للست بنات طيب عايزة على السؤال عايزة أتفضل تفضل لي طيب كميلي بس بسرعة يا أمه عايزة أعرف هل صح اللي أنا قلت ده نحن نعمل عقب تكسيم هم رفضين ببناء الولاد عايزين الحاجة تفضل كده على المشاعر ومع بعض بصي حاجم بصي حاجم محمد بصي حاجم محمد هل والد حضرتك كتب لحد منهم البيت كله لا هو كتب بيت كامل وقطعة أرض ورا البيت ده كتبهم للولادين بس لكن البيت ده مش كتبه للولادين اسم والدي ده باسم والدك باسم والدك وده بيت تمليك صح؟ اه اه بيتملك كله طيب خلاص اللي انت قلت ده بالتأسيم كده لو ما فيش ورسة تانية غير انتو التمانية بان كل واحد منه ما ياخد شقة والتلات شقة هتتوزع كل واحد فيكم ياخد نص شقة فده صحيح ليه؟ لان كده هيبقى لتذكر مثل حاصل الانسان في المسألة بتاعتنا دي فاللي حاصل اللي انت قلت ده صح لكن انا بقى بكلم اخواتك اخواتك الاثنين خلوا بالكم اني منع البنات من المراس مصيبة وكبيرة من جهتين جهة الاولانية انت ما اكل اموال الناس بالباطل وربنا توعد اللي بيأكل اموال الناس بالباطل انه ويأكل في بطنه نارا وحادث النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اذا كان هو بيقضي فمن قضيت له بحق اخي فقد قطعت له قطعة من النار فليأخذها او ليدعها فما اظنش ان انتو حمل ان انتو تتعذبوا وتعرضوا انفسكم على النار وعشان كده اتقوا الله في نفسكم وردوا الحق لأهله عشان ربنا يبارك لكم في اموالكم وفي عيالكم ويبارك لكم كمان في الانفاس اللي انتو بتعيشوها وعشان كده لا الكلام اللي انتو قلتيه ده اذا كان المسألة زي ما انتو قلت كده فده صحيح بقى مع ملاحظة ان احنا في مسألة التنازع لازم بنسمع من الطرفين لكن انت بتتكلمي دلوقتي على شيء مجرد في بيت مملوك لوالدي واحنا تمانية وبنعرض على اخواتنا الاتنين كل واحد ياخد شقة والتلات شقة نقسمهم على الست بنات اه ده من الكلام بشيء مجرد الا يكون فيه تنازع فيه اوراق بنتنازع عليها فيه تزوير او لما فيش تزوير فده بيكون محلها القضاء استاذ شريف يتفضل قالوا السلام عليكم وانا وسلم استاذ شريف ايه السلام عليكم اتفضل ايه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل ايه السلام عليكم انا كنت تكلمت حضرتك ان بقى راح بخصوص بناتي التلاتة اللي هم اعطيتني بقاله فترة طويلة وانا لو متذكر قلت لحضرتك ان انت محتاج ان انت تفتح جسر بينهم وتتكلم معهم عشان تقدر تفهم ان هم التلاتة ازاي اجتمعوا مرة واحدة وانت قلتلي ان هي فقط انت بس كان تصرفك فيه شيء من الشدة مع بنت واحدة منهم تماما انا بقول لحضرتك اللي حصل بقى قبل كده بس سلسلت صح كده ان انا كنت تكلمت والدتهم من حوالي خمانستاشر يوم مم وطلبت منها وقلت لها ان انا دلوقتي بفكر اخذ بناتي التلاتة وروح نعمل عمرة مم فجات قالتلي ان انا هشوف معاهم ورد عليك وبعد رجعت تكلمتلي قالتلي لأ هم دلوقتي هم يعني الوقت الحالي هيبقى صعب عشان الدراسة بتاعتهم وكده فيعني مش هينفع السنة دي جيت بعد ما قفلت مع حضرتك مبارح رجعت تكلمت والدتهم برضو وقلت لها انا دلوقتي الوضع ده مش يعني لازل بيقى فيه حال علشان انا عاوز اصلح اللي علاقة بيجي بالبناتي وعاوز الامور تبقى كويسة فقالتلي هم مصررين على موقفهم وانا مفيش بيجي حاجة اعملها ولكن انا حابلقهم انما هي كل مرة بيحصل نفس الكلام وبقاش في اي نتيجة طب خلينا اكلم بناتك انا دلوقتي بوسوا 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 يا شبات يا انسات يا فضلات انا عايز اقولكم حاجة مهمة جدا جدا الاب هفضل الاب وغتبضلوا منسوبين اليه مش منسوبين اليه لان ده قدركم لكن منسوبين اليه لان ربنا سبحانه تعالى بيغيركم ربنا سبحانه تعالى عايز يعلمكم شوية امور حتى وان كان والدكم بالنسبة ليكم عمل اي شيء انتو شفتوه او وصفتوه بانه شيء عنيف وان هو كسر بخاطركم لكن في النهاية هو والدكم اللي ربنا هو الخالق الوهاب سبحانه تعالى جعله سبب في حياتكم معنى ان هو ربنا جعله سبب في حياتكم يعني ان حياتكم هتفضل متصلة بيه طول الوقت وعشان كده انتو لازم تعرفوا ان كل ما اصلحت علاقتكم بوالدكم كل ما حياتكم كانت هتبقى احسن وارقة لسه في فرصة الناس تتغير وليسه في فرصة ان القلوب تصفى ودوت من افضل شيء ممكن نراه ان الانسان فيه بيجدد احساسه بمدد ونعمة ربنا ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليه حميم وعلى فكرة انتو مأمورين ببر أبوكم وبر أبوكم ده ما بينقص من كرامتكم بل بر أبوكم بيرفع في النور في قلوبكم وبيوصلكم بربنا مهما عمل ولدكم وهو بيتسل مرتين وهو حريص على انه يصلح للاقة بينكم انا اظن ان انتو محتاجين ترجعوا مرة تانية وترجعوا نفسكم ترجعوا نفسكم ازاي تقدروا تدخلوا على ربنا من الباب الواسع وباب البر الوريدية يا سادة احنا النهاردة تكلمنا عن جيل زد اللي هو الجيل اللي بيبتدي من مواليد الألفية اللي تولدوا من بعد الألفية وتكلمنا عن صفة مهمة جدا جدا وهي صفة الاستقلال عنده وازاي نقدر نتعامل مع الاستقلال ده ومنبقاش الاستقلال ده شبح ولا شيء مخيف بالنسبة لنا الاستقلال دوت احد الاركان بناء الشخصية الحديثة وخاصة في جيل زد الجيل اللي تولد بعد الألفية وعشان كده احنا لازم نساعدهم انهم يستقلوا وهما مسكين في ايدينا واحنا الاتنين بنتقدم للأمام واحنا دعمينهم وقفين في ظهرهم ما بناخدش القرار مكانهم لكن منساعدهم ان هما يجربوا في بيئة امنة تسمح لهم بان هما ينضجوا نضوج يخليهم قادرين ينتجوا انتاج رشيد وانتاج حقيقي في حياة بتتسع كل يوم بدل ما يهربوا مننا ويعوضونا بالافتراض احنا محتاجين نعيش معهم حياتهم بدون ما ننقودهم وبدون ما نقزيهم ان هما ناس غير ناضيقين او ما وصلوش للحياة ساعدهم يوصلوا للحياة وهم هيكونوا ممتنين ليكم ان انتوا ساعدتهم ان هما يكونوا منورين وحسين بنعمة رب العالمين على قلوبهم وعلى حياتهم يا رب اجعلنا دايما باب خير وباب سلام وباب فتح وباب هداية على ابنائنا وجعلهم يا ربنا دائما يشكرون نعمتك بانك جعلتنا ونحن وهم في رباط وفي جمع على حضرتك يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين هبنا التوفيق في بناء نفس رشيدة لأولادنا يا رب العالمين امدنا بمددك يا اكرم الاكرمين موسيقى موسيقى